اشتركوا في القناة كالمعتاد ولكن اني رح اضيف عليه فقرة الفقرة هاي بتحكي عن الغالب عليكو طول الاسبوع او الاثار العامة اللي رح تكون غالبة عليكو طول هذا الاسبوع من تحركات الكواكب الكبيرة وبعدها بنحكي توقعات اليومية لطيلة الاسبوع ولكن الاهم من هذا انه بتسمع برجك عشان تتأكد من التوقعات وتناسبك لازم تسمع طالعك يعني بتسمع البرج وبتسمع الطالع تاعك كل الابراج تقريبا يعني بخلال ساعتين ثلاثة يكون النازلات على القناة فعشان هيك من المفروض انك تتابع الاثنين هدولا وتدمج ما بينهم وتعرف ايش اللي غالب عليك خلال الاسبوع او خلال الفترة هاي يعني عشان تعرف انت توقعاتك لحالك بدون ما تحتاج لأي فلكي انه يشرح لك شو التأثيرات اللي راح تصير اهم اشي انه انتو تركزوا معي بالنسبة للامور العامة لانه راح احكي اشياء انا ما حكيتها في الاسابيع الماضية راح اركز عليها شوي في البداية وبعدين مندخل على التوقعات الاسبوعية بس المهم انك تسمع هاي البداية طبعا معروف انه الان الشمس موجود في السرطان وفي نفس اللحظة عطارد بتراجع في السرطان فعشان هيك الغالب راح يكون عليكو خلال الفترة هاي كلها احداث منزلية او احداث لها علاقة في البيت او اهتمام بامور عقارية او بترميمات او بترحيل او بامور مشتريات بيت او مشاكل عائلية او اهتمام ببعض الاصلاحات او المصالحات الداخلية على مستوى البيت وفي نفس اللحظة ممكن يصير بعض التقلبات او النقاشات الحادة او المشاكل اللي تنهمكو فيها على مستوى البيت هذا جانب اثنين انه المريخ قاعد بنتقل يعني موجود هو على زاوية بيت متاعبكم فعشان هيك الفترة هاي بتكو تحذروا ما تجهدوا حالكو كثير بتكو تراقبوا صحتكم بشكل كبير وخصوصا لمنتصف الاسبوع يعني اهم اشي انه تراقبوا صحتكم اثنين ما فيه داعي للخوف ولا للتردد ولا للوسواس ممكن تكثر احلامكم بالفترة هاي مش معنى احلامكو هاي انه هذا الاشي له تفسير الفترة هاي تراجع نبتن في بيت المتاعب بيأثر عليكو بعطيكو نوع من انواع اضغاث الاحلام اهم نقطة برضو اللي هي عندك بيت السمعة فبما انه بيت السمعة بيأثر عليك بشكل سلبي فعشان هيك بدك تدير بالك ما فيه داعي للمجازفات ولا لمخالفة القوانين ولا للدخول باشياء مشبوهة ولا حتى مشاكل على مستوى العمل يعني لا تتأخر عن عملك لا تراكم اعمالك وما تدخل باي خلافات مع زملائك او رؤسائك بالعمل النقطة الثالثة ولكن هي الاضعف اللي هي الزهرة اللي في بيتك الثالث انه بداية الاسبوع يعني لغاية نحكي الى يوم السبت رح تشعر انه فيه تشتت ذهني او نوع من الاضطراب الذهني عندك مش قادر تركز مصبوط بتصاب بالاحباط اهم ايش انك تحذر اثناء تنقلاتك في السيارة بالتركيز الكامل خوف من اعطال او حوادث لا سمح الله لها علاقة بالسيارة وبتنقلاتك ممكن خلافات اثناء اتصالاتك وتواصلك فعشان هيك بدك تركز على هاي النقاط خلينا نروح نشوف التوقعات الاسبوعية ايش بالنسبة لالك طبعا من مساء يوم الخميس وحتى مساء يوم السبت القمر رح يكون موجود بالعذراء وبما انه بالعذراء يعني بمعنى اخر انه فترة بلشت تتاخذ بالاتجاه السلبي لالك لانه العذراء البيت السادس لالك اللي هو بيت العمل والصحة فعشان هيك في الفترة هاي بيتراكم فيها العمل اكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في انجاز الكثير من اعمالكم حاولوا انك تنتهبه بشكل جيد لصحتكم حاول ايجاد الحلول وعالج المسائل الطارئة للتواصل الى اتفاق او للتوصل لاتفاق مع شركائك او مع الاشخاص اللي انت بتعمل معهم ابحث في الفترة هاي عن حليف او عن دعم واتجنب الاساءة لأصدقائك وشراكائك وحاذر من التراجع الصحي من مساء يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير مقابلك مباشرة في بيتك السابع يعني بيت الشراكة المالية والعاطفية وبيت الازواج فعشان هيك في الفترة هاي دائما بعطيك ايجابيات ولكن بالمقابل بعطيك سلبيات الايجابيات اللي بعطيك اياها اللي هي تدعيم مركزك الاجتماعي وعلاقتك مع شركائك وممكن يصير فيه نوع من انواع التقارب ما بينكم ولكن هاي الفترة تحديدا لانه بتنزل الطاقة عندك فالقمر بصير او بشير لعدم تفاهم وهدوء او ود ما بينكم ممكن تتعقد بعض الامور وتطرق بعض البلبلة عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وهدوء بدون عصبية اذا كتحاذر بالفترة هاي من امور العلاقة بالقطيعة او الدعاوة القانونية خصمك دائما بالفترة هاي بكون اقوى منك فعشان هيك ممكن تحمل هاي الفترة نوع من انواع العراقيل والعراقيل هاي ممكن شيء منها يستفزك من مساء يوم الاثنين وحتى فجر يوم الخميس القمر بصير في بيتك الثامن اللي هو العقرب وهذا بيت الاموال المشتركة فعشان هيك بالفترة هاي بصير فيه فرصة لمكسب مالي مصدره شراكة او تعويض ولكن بيكون فيها صحتكم او صحت قريب الكم بحاجة للرعاية عالج الامور برضو بموضوعية وتجرد وكون حريص على تلطيف الاجواء استشير وتأكد من المعطيات قبل التوقيع على عقد او على مشروع برضو بتحمل لك بعض الايجابيات اللي هي ممكن تسترد بعض الاموال اللي الي اليك او بعض الديون اللي بترجع لك وبتصير الامور ايجابية ولكن لا تبالغ بمصاريفك من فجر يوم الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر بصير موجود بالقوس يعني بيتكم التاسع يعني بتصير الاجواء ايجابية وبتدعمك بقوة في نهاية الاسبوع فبتنشطوا في مجالات الها علاقة بامور بتتعلق بالسفر او الدراسة او الاتصالات البعيدة وخصوصا ممكن تعامل مع اجانب او اشخاص من خارج البلاد ممكن يعني في هاي الفترة يصير في مجال للاشخاص اللي بيشتغلوا في مجالات الاستراد والتصدير انهم يدعموا من تجارتهم وتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب احبائكم معكم ممكن تخرج في هاي الفترة في رحلة او تروج لعمل او تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها يكون هناك نجاح وحظ في حياتك العاطفية والعائلية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء